السلام عليكم. كل صلواتهم طيبين. كل التحية والشكر والتقدير لرجال مباحث المخدرات والادارة العامة لمكافحة المخدرات. موضوع مضحك شوية ولكن بسطني. حمامة هو اسمه كده. تاجر المخدرات اللي معروفة. اللي كان ناوي انه هو يغرق السوق من المطارية ومندار السلام ومن المرج الوان الهرم الجيزة حتى الاماكن الرقية في القاهرة. كان ناوي انه هو يغرقها كلها بالحبوب المخدرة. حمامة اللي كان قاعد في بيته ومرة واحدة لأربع رجالة زي الضرف. دخلوا عليه. اول ما دخلوا عليه على طول قالوا له احنا زباط مباحث. حمامة متعودة على الموضوع ده. كل شوية وكل يوم والتاني يجيلوا واحد واثنين وتلاتة. واحد من الاسم ده. واحد من مكافحة المخدرات. لان هو تاجر مخدراته محروفة. المهم دخلوا عليه لاربع رجالة. وقلبوه تقليبة محترمة. واحد ماسك لسلكي. ولبس النضارة الشمس. ولبس الحتة لزفرة زي ما بيقوله. وشكله ان هو زابط شوية. واللباقي اللي معاه او التلاتة التانيين. واحد منهم امين شرطة. واتنين من رجالة الاسم. دخلوا عليه يقلبوه في اربعمائة الف جنيه. وقلبوه في كل المخدرات اللي عنده. بجانب بعض المسوقات الدهبية اللي كانت موجودة عنده. وخدوه من قفاء وركبوه عربية صغيرة. على اساس ان هما راحيج اسم الشرطة. لاموا عنيه او ما غاموش عنيه. بعدها على طول في طريق الكورنيش. وقفوه نزلوه اتكل على الله وروح امشي. حمامة مشي على طول. اللي عارف بعد كده ان رجالة المباحث دي كلها اللي هما بيقولوا الكلام ده كله طلعوا ان هي نصباية. وناس ضحكوا عليه وناس سرقوه وغفلوه. بقى حمامة نكتفوله الرج بتاعه. رجالة المباحث برضو كل الشكر والتخدير ليهم. قدروا ان هما يمسكوا الليلة دي كلها. قدروا ان هما يمسكوا الاربع اشخاص اللي لقوهم يعرفوا او على درايب اتنين اشخاص كانوا ارايب الراجل ده اللي هو يتاجر المخدرات. وكانوا بيتعاملوا معاه في تجارة المخدرات. وكانوا بياخدوا منه كمياته بيروحوا يبعوها بالتجزؤة. او بيروحوا يبعوها لواحد واثنين وتلاتة. المهم في الاخر قدروا ان هما يضبطوا الليلة دي كلها. واعترف حمامة ان الاربعمائة الف جنيه. والمصغوات الدهبية او المشغولات الدهبية. والليلة دي كلها كلها من تجارة المخدرات. مش عارفين نشكر مين? الاول هنشكر العصابة او عصابة حمامة وتوتو زي ما بنقول. اللي هما ضحكوا على حمامة واخدوا منهم الليلة دي كلها. في المجمل اخدوا منه كل الابتريل واخدوا منه كل البرشام اللي كان متواجد معاه علشان هما يبعوه ولكن ارشدوا في المجمل على مكان الليلة دي كلها. واخدوا الليلة كلها رجال تنباحث وبرضه بنشكرهم ان هم قدروا توصلوا للجناف الواقع دي تحديدا والله زي ما بنقول بحكنا ولكن الحمد لله ان السوق مغرقش بحاجات حمامة السلام عليكم